السلام عليكم بعد الاستفتاء الذي قمت به في القناة وكذلك على حسابي في الفيسبوك حول مدى اهتمامكم بدورة تيك توك تبين لي أن الجميع يريد هذه الدورة وبالتالي سأقوم إن شاء الله بإنشاء دورة كاملة على تيك توك انطلاقا من شرح المميزات ثم وصولا إلى طريقة الربح من هذا البرنامج إذن على بركة الله أول خطوة هي نقوم بالذهاب إلى بلاي ستور ثم نقوم بكتابة تيك توك ونقوم بتحميل التطبيق على جهازنا بعدها نقوم بالتسجيل عن طريق الجميل أو عن طريق الهاتف الخاص بنا ونقوم بتحديد كلمة سر خاصة بنا وكم اللحظة هنا يمكننا استعمال التطبيق دون التسجيل لكن الفرق هو أنك لن تستطيع المشاركة بوضع تعالق أو إعجابات أو مشاركة الفيديوهات التي ستقوم بمشاهدتها إذن سنبدأ بشرح التطبيق فأولا لدينا القائمة الرئيسية هذه القائمة تستخدم لتحديد الفيديوهات في الصفحة الرئيسية المقترحة من العامة أما هذه الأيقونة الخاصة بالبحث سيظهر لنا فيها جميع الفيديوهات والهاشتاغات المشهورة في برنامج تيك توك وتمكنك كذلك من البحث عن أصدقاء أو عنوين للأغاني أو فيديوهات أو هاشتاغات في تيك توك أما هذه الأيقونة على الوسط التي بها علامة زائد وهي من أهم الأيقونات على برنامج تيك توك لأنها تمكننا من إنشاء الفيديوهات الخاصة بنا سواء المباشرة أو المحملة في هاتفنا وهنا العديد من المؤثرات التي يمكننا إضافتها على الفيديو كذلك يمكنك من هنا اختيار مدة اشتغال الفيديو 15 ثانية أو 60 ثانية كحد أقصى ويمكنك كذلك أن تقوم بتحميل فيديوهات لك في الهاتف عن طريق هذه الأيقونة على اليسار المكتوب عليها تحميل ومن هنا يمكنك رفع العديد من الصور ودمجها على طريقة فيديو ونعود الآن إلى هذه القائمة على الجانب الأيسر حيث سنقوم بشرح كل الأيقونة على حدى فمثلا هذه الأيقونة الأولى تمكنك من قلب الكاميرا من الأمامية إلى الخلفية والعكس صحيح والخيار الثاني هنا هو خيار تسريع أو إبطاء الفيديو والأيقونة الثالثة هنا بها أدوات تجميل وسيظهر لنا هنا أسفل العديد من الفلاتير التي يمكن استعمالها بكل سهولة وآخر أيقونة لدينا هنا هي المؤقت بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتسجيل الفيديوهات الخاصة بهم بنفسهم بحيث يمكنك تتبيت الهاتف وضبط المؤقت على ثلاثة أو عشر ثواني قبل بداية التشغيل والآن نعود لتتمة الفيديو هنا لدينا صندوق الوارد خاص بجميع الإشعارات الخاصة بحسابك ومن هذا السام هنا يمكنك مراسلة الأصدقاء أما هذه الأيقونة فخاصة بالملف الشخصي لصاحب الحساب ولتعديل أي شيء يمكنك الدخول من هنا ويمكنك تغيير الصورة أو وضع مقطع فيديو من هنا ومن هنا يمكنك التعديل على الإسم أو إسم المستخدم كذلك وهنا يمكنك نسخ رابط حسابك ويمكنك كذلك هنا وضع سيرة داتية خاصة بك وفي الأسفل هنا يمكنك وضع روابط لقناتك على إنستجرام أو يوتيوب أو باقي المنصات الإجتماعية الأخرى ونعود الآن إلى الأعلى من هنا يمكنك دعوة الأصدقاء ومن هنا يمكنك إضافة اسم صديقك عن طريق البحث هنا أو دعوة الأصدقاء من هنا أو العطور على جهات اتصال من هنا أو العطور كذلك على أصدقاء الفيسبوك من هنا والآن نلتقل إلى القائمة العمودية على الواجهة هنا تكون صورة صاحب الحساب الذي يعرض الفيديو الخاص به في الشاشة وإذا أردت متابعته تقوم بالضغط على زر زائد هكذا أما إن عجبتك فيديوهات هذا الشخص يمكنك الدخول من هنا ومشاهدة جميع الفيديوهات الخاصة بحسابه ومن هذه النقطة في الألة يمكنك مشاركة ملفه مع الأصدقاء في تيك توك أو مشاركة مع أصدقاء آخرين في هذه المنصات الأخرى من هنا ويمكنك كذلك إرسال رسالة له أو حضره أو الإبلاغ عنه وعلامة القلب هذه لإبدال إعجاب عن الفيديو وللتعليق على هذا الفيديو كذلك يمكنك الضغط على هذه الأيقونة وكتابة التعليق وإرساله من هنا ويمكنك إبداء الإعجاب على التعليق الأخرى ويمكنك الرد على أي تعليق من التعليقات ويمكنك كذلك نسخ أي تعليق بالضغط عليه أما هذه الأيقونة لمشاركة الفيديو مع الأصدقاء في تيك توك أو في بقي المنصات الأخرى وهنا يمكنك الإبلاغ عن الفيديو إن كانت به إساءة أو كلمات خادشة ومن هنا يمكنك إبداء عدم الإهتمام بالفيديو أو حفظ الفيديو أو إضافته إلى المفضلة الخاصة بك هنا كذلك يمكنك عمل دويتو مع هذا الفيديو وبقي المميزات الأخرى سنقوم بشرحها بكل تفصيل كل واحدة على حدة ومن هنا يمكنك كذلك استخدام الصوت الخاص بهذا الفيديو في فيديوهاتك عن طريق الضغط على الأيقونة فسيظهر لك جميع الفيديوهات التي تحمل نفس الصوت ثم تقوم بالضغط على استخدام الصوت من هنا وسيمكنك استخدامه في فيديو مباشر أو على فيديو من الفيديوهات الخاصة بك في هاتفك إذن إخواني كانت هذه النظرة عامة على المميزات الخاصة ببرنامج تيك توك في الفيديوهات القادمة إن شاء الله سوف نتطرق لكل ميزة على حدة حتى يكون الشرح أكثر تدقيقا ويسهل استخدام هذه المميزات وإن عجبكم الفيديو إخواني لا تنسوا مشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كان الأخي أختي هذه أول زيارة لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرف ليصلك جديدنا أول بأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر